وينضم إلينا من موسكو يوسف بغار مراسل الغد يوسف بعد التحية ما أبرز ما تمخذ عنه لقاء المالكي لافروف نعم ربما عندما يعنون المالكي زيارته إلى موسكو بأنها بحث عن حلول الخروج من المأزق الذي وضع فيه ترامب مصار التسوية أو العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ربما هذا يعكس مدى اقتناع السلطة الفلسطينية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد وسيطا نزيها وناجحا لإدارة عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إذن المالكي يبحث عن دعم روسي للقرارات الأممية والموثيقة الأممية بما فيها مبدأ حل الدولتين وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اللقاء البروتوكولي الذي سبق المؤتمر الصحفي حينما أكد بأن موسكو تؤكد على مبدأ حل الدولتين هذا القانون الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كذلك المالكي أثار نقطة مهمة جدا وهي دعم ترامب لمشاريع الاستطان الإسرائيلي التي تنهش الأراضي الفلسطينية مؤكدا عزمه عبر الوسيط الروسي أو عبر دعم روسيا في قرارات مجلس الأمن ضد الاستطان الإسرائيلي المصالحة الوطنية بين حركتي حماس وفتح كانت على طاولة هذه المحادثات موسكو أكدت بأنها تدعم جهود القاهرة في إدارة هذه الوساطة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس وقالت بأنها تدعم كل الجهود الرامية لإنهاء هذا الانقسام هذا ما أكده المالكي كذلك عندما قال بأنه يدعم كذلك الجهود الروسية لدعم المساعي المصرية لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس بعودة إلى مشروع السلام قالت موسكو بأنها مستعدة لتكون منصة لحوار بناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكنها اشترطت في البداية إنهاء الانقسام وإقامة مصالحة شاملة عن طريق الجهود التي تقودها مصر نعم إذن يوسف بقار مراسل الغد من موسكو شكرا جزيلا لك